استمعين الأعزاء وحييكم بتحية الإسلام الخالدة فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته انطلق قبل قليل الشوط الثاني من هذه الفترة المسائية في هذا السباق المحلية الرابع ومن مرحلته الأولى والأشواط المفتوحة بينما هذا الشوط هو الشوط الأول الرئيسي للجدع لأصحاب السمو ومن يرقب من أبناء القبائل إذن خيرة الجدع خلاصة الجدع القعدان نقوة الجدع القعدان في هذا الشوط سنرى المعركة والتنافس على ناموس الشوط الله الله وسنتعرف أيضا على بطل بعدما تعرفنا على الدوحة الفائزة بالشوط الأول الرئيسي تهانينة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ذاني على انتزاع الدوحة في هذا المساء للشوط الأول الرئيسي والتهاني للمضمر بهد بن سيف من قادها لذلك الفوز نذهب أيها الأخوة إلى مقدمة الشوط ونرى السدارة تحت أقدام الشبل لسعادة الشيخ علي بن عبد الله بن ذاني آل ذاني والمضمر عبد القادر البلوشي نقل إلى المركز الثاني واثنين كيلو متر تنقضي مياس أو المركز الثاني المركز الثاني لم نتعرف عليه ننتقل إلى المركز الثالث حالما نتعرف على المركز الثاني المركز الثالث ضبيان لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني ولكن دخول على ضبيان من قبل شاهين لمحمد بن علي المري وأيضا يليه في المركز الرابع هنا عجلان لسعادة الشيخ محمد بن عبد الله بن خليفة آل ذاني من فاز في شوط من الأشواط في السباق المحلي الماضي يتواجد في هذا الشوط عجلان النقل على المركز الخامس من يتسلل بدوره ويخطف المركز الرابع عجلان لعنزاب بن محمد النعيم يتسلل وينتزع المركز الثالث في هذه اللحظات بينما المركز الرابع شاهين لمحمد بن علي المري والمركز الخامس عجلان لسعادة الشيخ محمد بن عبد الله بن خليفة آل ذاني وعملية التضمير مع علي بن حمد بن جرحب عودة إلى مقدمة الشوط وإلى الشبل الله يا الشبل الله يا الشبل يا سلام إن لم تكن شبل أكلتك الشبال في هذا الشوط يا الشبل عائدة ملكية الشبل لسعادة الشيخ علي بن عبد الله بن ذاني آل ذاني والمسافة تنتصف أيها الأخوة أيها الأعزاء تنتصف المسافة وصلتنا المعلومة عن صاحب المركز الثاني السنافي لشافي بن علي شافي بن علي السندوانه أو سالم بن علي السندوانه إذن هو سجل باسم شافي بن علي السندوانه ننتقل إلى المركز الثاني عجلان لعنزاء بن محمد النعيمي من يخطف في هذه اللحظات مقدمة الشوط والصدارة إذن خطفها عجلان لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ذاني وبقيادة فهد بن سيف الخياريين نقلها إلى المركز الثاني مياس يحتل المركز الثاني لمحمد بن طالب بن إهليل المري يليه في المركز الثالث المركز الثالث السنافي ولكن دخول 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 من قبل شاهين لمحمد بن علي المري المركز الرابع أيضا دخول من صوغان لعلي بن سعيد بن قحيز المركز الخامس ينتقل صوغان بشعار بن قحيز إلى المركز الثالث بينما المركز الرابع المركز الرابع شاهين لمحمد بن علي بن نوره ونقله إلى المركز الخامس يا مرحبا بهذا القدوم وهذا الوصول امكلف يتسلل امكلف وينتزع المركز الخامس وانتظروا امكلف في الوقت المناسب بشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ذاني وبقيادة فهد بن سيف الخيارين المتفوق ويستاهل بوسيف هذا اللقب وهذا الاسم نعود أيها الأخوة إلى مقدمة الشوط وقدرنا الكيلوين مترين الأخيرين وهذه عودتنا إلى صوغان علي بن سعيد بن قحيز يسيطر أيها الأخوة سوقان وينفرد في هذه اللحظات ونحن مع أول منحنة إلى خط النهاية الله 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 النقل على المركز الثاني هنا مياس لمحمد بن طالب بن هليل وارصد الدخول يمصورنا العزيز من قبل المركز الثالث من يتسلل بدوره وينتزع المركز الثالث ضبيان لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وبقيادة محمد بن خالد العطية الله الله المركز الرابع هناك يعود مرة أخرى امكلف لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد يتسلل امكلف في هذه اللحظات 1500 متر والتنافس قائم على ناموس الشوط وسندخل بعد قليل في الكيلو متر الأخير وسيشتد النزاع وسيشتد الصراع لمن ناموس الشوط الأول الرئيسي في هذا الشوط القمة في هذا الشوط القمة امكلف يتسلل الله امكلف يتسلل يخطف المقدمة بمعية ضبيان بشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني بدأت المقادرة في هذه اللحظات بدأ يقادر شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وضبيان وامكلف وايضا ارصد القدوم يا سلام يا سلام القحيدي ايضا قادم الله 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 لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وبقيادة سالم بن فاران المري هذه المعركة ايها الاخوة اشتد الصراع ولكن القيادة مع من قيادة المركز مع من مع الثبيان يا سلام يا ضبيان الله يا ضبيان لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة ولكن مكلف قادم مكلف وضبيان المعركة طاحنا أيها الأخوة أيها الأعزاء ضبيان تعود ملكية لسعادة الشيخ القعقاء بن حمد بن خليفة آل ثاني ولكن مع اختلاف التضمير محمد بن خالد العطية وهناك هناك هناك مكلف أيضا لسعادة الشيخ القعقاء بن حمد بن خليفة آل ثاني وبقيادة مهد بن سير بينما المركز الثالث القحيدي يتسلل القحيدي ولكن مكلف ينطلق مكلف القحيدي أيها الأخوة القحيدي يتسلل ولكن مكلف مكلف من الناحية الأخرى من الجانب الآخر القحيدي يا سلام يا سلام الله 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 الارمعمية متناخيرة القحيدي القحيدي الله الله بشعار سعادة الشيخ القعقاء بن حمد بن خليفة الثاني على رأس قمة هذا الشوت بعد فوز الدوحة ينتزع أيضا نفس الشعار هذا الشوط الشوط الأول الرئيسي ولكن بقيادة سالم بن فراني المري القحيدي يأتينا في الوقت المناسب تهانينة لمالك هذا الشعار شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل داني وتهانينة لهذه الجماهير التي شجعت وازرت القحيدي لحظات الوصول المركز الثاني مكلف أيضا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل داني المركز الرابع ضبيان المركز الثاني ضبيان لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل داني المركز الرابع المركز الرابع عجلان لسعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن خليفة آل داني بينما المركز الخامس المركز الخامس شاهير لمحمد بن علي المري هذه النتيجة ولحظات وصول القحيدي إلى خط النهاية قاطع عن المسافة في تسع دقائق ثلاثة واربعين دانية تسع أجزاء من الثانية تهانينة والنموس لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة المركز الثاني أيضاً المركز الثاني والتهاني موصولة لنضم القحيدي سالب من فران المري المركز الثاني مكلف قطع المسافة في 9 دقائق 44 ثانية جزئين من الثانية تهانينا أيضاً لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني والتهاني موصولة لفهد بن سيف الخيارين المركز الثالث ننتظر لحظات وصول المركز الثالث إلى خط النهاية المركز الثالث ضبيان قطع المسافة في 9 دقائق دقائق 47 ثانية 24 جزء من الثانية تهانينة أيضا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني والتهاني لمحمد بن خالد العطية